بسم الله الرحمن الرحيم وسلامة السلام على نبينا الكريم سلام عليكم مرحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا بصيحة جيدة في احسن الاحوال فيديو جديد اليوم رحل نحكي وفيه على عدة نقاط مرحبا بكم في قناة حورية معكم اختكم حورية اللي تحبكم وتموت عليكم مرحبا باللي دخلوا جدد نرحبوا بيهم ترحيبة مليحة لدخلوا معنا ونضموا الى قناتنا ونشكروا المتتبعين الاوفية القدام هذه عائلتكم وهذه قناتكم مش قناتي انتوما اللي راكم بفضلكم انتوما راه القناة تطلع شيئا فشيئا رحوا للمواضع رح نحكي فيها هي اولين رح نعطيكم شروط الصفر من وإلى الجزائر الى كل الدول اللي راه تخدم معها الجزائر رح نحكي على زيارة رئيس الجمهورية الى جمهورية مصر رح نحكي على الغاء 31 رحلة جوية من وإلى هذا البلد ورح نحكي عن المساعدات المالية والحقن تاع الكوفيد اللي ساعدت بها الجزائر مالي ومواضيع اخرى كذلك متفرقة ان شاء الله هذا كفنا الوقت تابعوا معايا للاخر خاتفوا تأتي بش متراطي وش حتى معلومة وهكذا ومبعد مضلوش تسألو هكذا واللي المعلومة اللي ما كاش في الفيديو وتسألو وتسألو عليها مرحبا بيكم خرطيراني هنا بش نجاوب على كل الأسئلة انتعكم اول حاجة انا هدروع لسيد رئيس تبون لغادر اليوم ارض الوطن متجهن الى مصر العربية في زيارة عمل واخوة تدوم يومين نعطيكم التفاصيل ان شاء الله في فيديوهات جاية الروح الموضوعنا المهم وهو شروط الصفر والاجراءات الجديدة للصفر بين الجزائر والدول التي تعمل معها الجزائر في الوقت الحالي اركزوا معايا مليح خوتي تفهموا بالعقل بالعقل حددت شركة الخطوط الجوية الجزائرية شروط الصفر من الجزائر الى مختلف الدول بتحديثات وشروط ما تزال معتمدة باتجاه فرنسا نبدأ بفرنسا يشترط فحص سلبي للاختبار الطبي بي سيير ولا انتيجينيك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة وليس 72 ساعة قبل السفر للمسافرين الذي تفوقوا اعمارهم 12 سنة تدخل هذه الاجراءات حيث التنفيذ ابتداء من تاريخ 4 ديسمبر 2021 يعني ما تبدلت شروط باتجاه المملكة المتحدة يعني بريطانيا يشترط فحص سلبي للاختبار الطبي بي سيير او الاختبار المستضد انتيجينيك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة كذلك قبل السفر للمسافرين الذين تفوقوا اعمارهم 12 سنة يجب ان تكون نتيجة الاختبار باللغة الانجليزية او الفرنسية او الاسبانية تدخل هذه الاجراءات حيث التنفيذ ابتداء من تاريخ 7 ديسمبر 2021 الروفل اتجاه روسيا الان يشترط فحص سلبي للاختبار الطبي بي سيير خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل السفر تدخل هذه الاجراءات حيث التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 ديسمبر 2021 نتيجة فحص الاختبار الطبي يجب ان تكون باللغة الانجليزية او الروسية تقديم الترجمة الموثقة للنتيجة الى اللغة الروسية مقبول ملاحظة هامة المسافرون الحاملون للجنسية الروسية غير معنيين بالاختبار الطبي بي سيير باتجاه ايطاليا يشترط فحص سلبي للاختبار الطبي بي سيير خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل السفر او الاختبار المستضد خلال 24 ساعة قبل السفر تدخل هذه الاجراءات حيث التنفيذ من تاريخ 14 ديسمبر 2021 ابتداء من 26 ديسمبر 2021 ارتداء غناع FFP2 اجباري للركاب المتوجهون الى ايطاليا ايطاليا اقول فقط باتجاه تونس الزام الركاب القادمين الى تونس بملء الاستمارة الالكترونية على الموقع وتقديمه عند التسجيل وعند النزول وتدخل هذه الاجراءات حيث التنفيذ اعتبارا من 26 ديسمبر 2021 الروح الان باتجاه المانيا يشترط فحص سلبي للاختبار الطبي بي سيير او انتيجينيك خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل السفر للمسافرين الذين تفوقوا اعمارهم 12 سنة يجب ان تكون نتيجة الاختبار باللغة الانجليزية او الفرنسية او الالمانية تدخل هذه الاجراءات حيث التنفيذ ابتداءا من تاريخ 6 جنوي 2022 باتجاه مصر يشترط فحص سلبي للاختبار الطبي بي سيير خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل السفر لكل الركاب الذين تزيد اعمارهم 12 سنة يجب ان تكون شهادة باللغة العربية او الفرنسية والانجليزية وتتضمن رمز الاستجابة السريعة باتجاه سويسرا يشترط فحص سلبي للاختبار الطبي بي سيير خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل السفر او اختبار مستضد انتيجينيك سلبي قبل 24 ساعة من السفر لكن المسافرين الذين يزيدوا اعمارهم عن 16 سنة بالمناسبة سويسرا راهي نحات هذا الشرط يعني بمي الجوية الجزائرية ما زالت تشرطه في الرحلات مع الطائرات بتاع الخطوط الجوية الجزائرية هذو هما خوتي اخوتي كل الشروط اللي تشرطهم الجوية الجزائرية رانا نحكي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ما راناش نحكي الخطوط الاخرى هكذا خوتي الروح للموضوع الثاني وهو إلغاء 31 رحلة الروح لشوفوا هذه الرحلات تعمل وشكون المطارات المعنية أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 31 رحلة مجدولة لليوم الاثنين 24 جنفي من وإلى مطار أصبيحة قوتشن قوتشن الدولي باستنبول بسبب تساقط الثلوج يعني ما كانش حاجة أخرى جيست على جل الثلوج والرحلات تعل يومبرك وأوضح المستشار الإعلامي للشركة يحيى أستون في تغريدة على حسابه عبر تويتر إن بعض الرحلات ألغيت كإجراء احترازي نظرا لأحوال التقصي التي يتوقع أن تزداد سوء في استنبول وأوصل مسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم يعني يكونوا على حذر اللي عندهم رحلاتهم من ترفيا يكونوا يديروا حساباتهم وذكرت مديرية الأرصاد الجوية الخميس الماضية أن الثلوج ستبدأ في استنبول اعتبارا من مساء الجمعة وتشتد وتيرتها السبت والأحد وتبقى المدينة تحت تأثير التقصي البارد والثلوج حتى الخميس المقبل هذا خير يعني من عند ربيه أما من ناحية رحل المكسيك الآن المكسيك أبناء الجالية الجزائرية يستغيطون ويطالبون بكوطة رحلات مع الجوية الجزائرية دعا أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمكسيك السلطات العليا بالجزائر إلى النظر في وضعيتهم المتأزمة منذ بداية جائحة كورونا مطلع سنة 2020 والإسراء في تخصيص رحلات نقلهم إلى أرض الوطن الجزائر ودعت الجالية الجزائرية المقيمة بالمكسيك في سرخة عبر جريدة الجالية الجزائرية رئيس الجمهورية عبد مجيد تبقون من أجل التفات إليهم في هذا الوقت بالذات خاصة بعد مرور سنتين على قرار غلق المجال الجوي ثم تحديد عدد الرحلات لأنهم في أمس الحاجة إلى العودة إلى الجزائر مطالبين بتخصيص كوطة لرحلاتهم مع الخطوط الجوية الجزائرية سواء من إسبانيا أو من فرنسا ليتسنى لهم العبور إلى الجزائر في حال ضمان رحلة التكملة على غرار ما هو قائم مع عديد من دول أمريكا اللاتينية وكان داول ولاية المتحدة الأمريكية إلى جانب أستراليا وأوضح أفراد الجالية الجزائرية في سرختهم أن تماطل السلطات الجزائرية في تخصيص رحلات جوية لنقلهم إلى الوطن الأم جعلهم يقعون ضحية ابتزاز وتحايل من إحدى شركات الطيران التي باعتهم تذاكر لرحلات غير مرخصة ولم يستردوا أموالهم منها دون أي تحرك من قبل مصالح سفارة الجزائر بالمكسيك لتوجيههم وإرشادهم وطلب المغتربون بالمكسيك تدخل المصالح القنصلية بعمل قوائم للراغبين في السفر بالتنسيق مع الجوية الجزائرية كما تدخلت سابقاً في مساعدة عالقين جزائريين في السفر إلى الجزائر فلا يعني عندهم الحق سيفغية ديري لهم رحلة فريدة رحلة ما تكفيهم مش لازم يديرونهم على الأقل إسكال ولا رحلاتهم نقولوا ديرونهم إسكال كما رهم ديريهم أمريكا اللاتينية وأمريكا اللاتين فلا خابتي أخواتي هذو ما أعلم أظن المعلومات ايه ما زالتنا معلومة واحدة خابتي نكملوها وهي الشحنة عملية الشحن ونقل المساعدات الإنسانية إلى مالي اليوم اللي حطت الطائرة في مالي وش فيها هذه الطائرة فيها ألف فيها مية وثمانية طن من مواد الغذائية وفيها ربعمية ربعمية ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعني الجزائريين محبوش محبوش يديروا اللقاح خلي تبوني صدقوا للجيران وهذا ما كان بصحتهم فلا خابتي أخواتي هذه هي أهم المعلومات اللي عندي اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها وتبعوا الرحلات اللي أعطيته لكم والمسافرين اللي مسافرين أي دولة قبل ما تسافروا خاوتي ادخلوا وشوفوا التحديثات نتاع الشروط بسك الشروط رهي تتبدل كل يوم أي دولة شروط تحكم مش كما الدولة الأخرى كل دولة دير شروط لدخل إلى آرضيها ماذا بكم خاوتي تدخلوا وتشوفوا وتسقصيوا قبل ما تديروا أي حاجة قبل ما تشريوا اللي بي تتحكم نشكركم على حسن المتابعة وبرك الله فيكم فارتجوا لفيديو مع أحبابكم وصحابكم باش تعمل فائدة نقولكم بقى وعلى خير وسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا